السلام عليكم أخوتي. نتمنى كل شي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو. الفيديو دي اليوم إن شاء الله أخوتي سيكون على حساب التأشيرات دي الدول إفريقيا بالنسبة للمغاربة. وغنعود لكم ليش على تجربة ديالي في الحدود كيف تكون مر من دولة لدولة. فبنسبة لأفريقيا فتوفقت الحمد لله أنني قطرت ندخل للخمسة عشر دولة في أفريقيا ودولتين في آسيا اللي هم السعودية والأردن. فاليوم بغن شارك معكم بالمعلومات حول تأشيرها بالنسبة للناس اللي بغين يمشي وشي دولة في أفريقيا ولا بغين يمشي مثلا لأردن السعودية فغنشارك معكم إن شاء الله جميع معلومات حول تأشيرها كيف اتتخذها والتجربة ديالي. تايا كيف اشدس أناية باش دخلت لها الدولة. دونك أول حاجة هدخوت هي موريطانية. أول دولة هتلقاها هي موريطانية للتأشير ديالها عندها الوصول. تقدر مثلا تأخذها في الحدود. المبيل المغربي في الحدود. دي القرقرات. وتقدر تأخذها عند المطار. يعني لو تنتمت تقدر تأخذها. فتأشيرها اللي سهلة بزيف. كتخلص خمسمائة درهم مغربية. خمسمائة درهم مغربية. ماشي في ماشي اورو وحيش كين اشي بعد ما نوماش كت عندي بللي كتخلص بالاورو. ولكن كتخلص غير بالدرهم مغربي. خمسمائة درهم مغربية. بتي اخذو لك واحد سوارا. كتبصنف واحد لاباراي. كتخرج لك الفيزا دي لك في اشهر. فكين واحد القادية بالنسبة مثلا تنظل مع اش كديرها الشيافة ولا ما كديرواش. فالنسبة الناس كي بغوا يدخلوا موريطانيا ويخرجوا ودخلوا وخرجوا. فأخذت كل داخلها وخرجة. إلا خرج شي موريطانيا وخلصت خمسمائة درهم وخرج شي منها. ففاش كتخرج يعني ما عندك الحق تعود لدخول لها حتى يعني خصك الفيزا واحدة اخرى. عندما كينش يعني شنو كيديرو خوت كين انا واحد قيلة في نواديبو. يعني اول مدينة كتبصل لها في موريطانيا. فكتبشي كتعدل اقامة مدة عام. كتخلي لك انك تدخل للموريطانيا وتخرج مدة عام. حتى شكت عاود تخلص مرة واحدة عام. صافي كتب قد دخل بيها. كدي معلومة منادي مصول فيه في مدينة نواديبو. حتى ناد معلومة مشينا لجي من راسي ولا اشي حاجة. غيفاش دخلت فاش قطعت من القرقرات بدست الحول للموريطانيا. فكان جا عندي واحد شفور ديال الطاكسيات من ديك الحدود ديال المغربية. حتى الملدينة نواديبو كين تم الشفور. فواللي قانقال ياد معلومة ديال درسانويا. طبق من وراء اخوت موريطانيا كتلقى السينيغال. فكين عتني من الحدود من موريطانيا كين المالي. وكين السينيغال. فنختاري ديال السينيغال مشيت معبر ديالروسو. اللي السينيغال بدون تأشيرها. غيوة في الحدود يكون بعد السيف زيز بعد مرات. فمتي يخليك بانك تطلبون منك الفلوس. فانا ببكت صراحة بالنسبة للجربة ديالية. ما معطيش الفلوس كلمان عندي ستطلبوني خمسة الف فرانك صيفة اللي هي تقريبا مشيت معين درم. ودخل لاش انا السينيغال بدون فيزا وهدي. وصافي خلوني مرمي ما. تدس واحد ساعة دماغة انا مو مصدقت مخلص الفين صيفة اللي هي تقريبا مشيت ثلاثين درم. واخذيت الباسبورت ديالي فيه غير كاشي. يعني ما فيه الفيزا لأول غير كاشي غير دخلها. فعندك الحق وقيلة انك تبقى في السينيغال تلت شهر. فمرة تلت شهر خستك تخرجها تاني تعود دخول لو بجي تعود دخول للسينيغال. يعني بدون تأشيرها. ففوصل السينيغال كنا واحد دولة اسمتها قامبيا. انا ما دخلت لها تفاديتها. قد سلو احد اه طريق واحدة اخرى. واحد من ديلة اسمتها واحد الغابة تفصل ما بين السينيغال وغيني. يعني مش كتخرج انت من السينيغال خرجتي سافيك تدخل لديك دي الغينية. احتى اوما تعمل نفس البلانت هي بدون تأشيرها. ولكن تبقى ما كيبقى طلب الفلوس وهيدي سافي تقريبا عشرين دنام باش دوز. سافيت بعد دك دخل لغينياء كناكري سافيك تدخل لغينياء كناكري. دونك اخوة من وراء غينياء كناكري دخلت لكوديفور. كوديفور حتى هي بدون تأشيرها عند الوصول. ديلة كوديفور بوليز دينام شوية تعامل ديلة وزيد. فمن اللي كتصلت ما ما كيستفزو ما هو لك تدوز اجراءات كاملة. ومن بعد كتبعو لك في الكاشي ديالك وكتدخل. حاجة الواحد اخوة اللي تركز عليا في كوديفور هو دفتر ديال الحمى السفراء. اده كارني السفر. فتشف السينيغال حتى اوكي تلبوه. وفي غينياء كري دارو يكون عندك باش كيخليك دخل هادو هادو. ولكن انا ما اخدشوش من مغرب. لان هنا في مغرب غالي كيدرشي سمية درام هنا في معه ديالباستور. ولكن ما ادرشوش انا في مغرب حتى ادخلت الموريطانية. من ادخلت الموريطانية مشيت نواكشوت العاصمة. مشيت الواحد سبيطار تماما. خلصت 11 درام. ودقيت ديال برد الحمى السفراء. واخديت الكارني من الموريطانية صبديش كنستعملوه في باقي الدول. فطاحة ليرخيص بزيف مقارنة حدارش الدرام معه. دونك اخوتي من وراء كود ديفوار كتجي غانا. غانا اللي عندها الفيزا كتاخدها من السفراء ديالغانا اللي كينها في عبي جون في العاصمة للك كود ديفوار. فكتدومون ديالك تطلع تقريبا شي سبع ايام وعشري ايام كتطلع لك الفيزا ديالك. تمام ديالة ديالة تقريبا شي سمعمائة درام مغربية. غير هو السيد ديالهم فاش كتبايت تاخد رانديفو كي تكسيس كيكون معقد شوية. فخصك اه يكون عندك بيسي باش كتخرج ديالك ايام وراء كتجمع الدوسي وكتدفع مشيش حاجة اللي صعيبة. فمنورة غانا اتاني كتلقى اه كتلقى كتلقى الطوغو. طوغو طوغو بلا فيزا. تماما كيبغيوا يستفزوك الحدود اللي كين ما كتعطاني موالو. فكتدخل لبلا فيزا. منورة طوغو كنا بينين بينين حتايا بلا فيزا بالنسبة للمغاربة. فكتدخل لغيب باسبور كتكاشي مسائي ديالي كتدخل. هنا هي غتوصل لحدود ديال البينين مع نيجيريا. بالنسبة لنيجيريا. انا ما ما دخلش لها. ولكن دراني باش كي يطلبوا لفيزا ديالها. فكي طلبوا ليهم اقامة. خص يكون موقعين تماما في نيجيريا. فخصك طريحة وحد الشهر تماما في في نيجيريا. تتقلب كيفاش طلع ديك شهدات السكنة مسائي ديالي لك اقامة صايم بعد ديك ساعة كتدفع ديك طالب ديك. تقريبا كتطاح بشي. بشي الفين درهم تقريبين ولا الفين وسبعمية درهم. ولا الف وسبعمية درهم. مو ما دود تمام ليك ترحمي من الف وسبعمية و الفين وسبعمية درهم. الشي اللي كنتسمعت من تأكدش من معلومة بالضبط. ولكن دود تمام ليك تراوح منه. فاكي عطاو كتايا تقريبين شهر فيها في نيجيريا. ومنورة نيجيريا كينا كاميرون بيزا ديالة هي كديرت رايماشي الف وسبعمية درهم. غالية صراحة. ونبقاوش رخاسين. ولا قدرت تكون كتر. حتى انا ما بتطمع انديش معلومة بالضبط صحيحة. ولكن البيزا ديالة غالية مؤخرا دره دروا غالية. ففيزا ديالة كاميرون كندون وقيل لما ما مستطعباش بززاف درالة اغلبية ملقوش فاهم مشكي كوشي كدخل الكاميرون كندون من السفارة الكاميرون في نيجيريا. فمنورة عدتيني الكاميرون كينا عدتين عندك شخصيارات ايما تدخل قابون ايما تدخل كونغو برازافيا. وهدش دول هدو بجوج بهم بدون فيزا المغاربة. فبنسبة لي انا فاش وصلت البيين ما دخلش النيجيريا وما دخلش الكاميرون. نختي الطيارة من من البيين للقابون. انا قابون بلاي فيزا بلاي غاربة. اي باسبور وصلت لتماء اخذت المسائي ديلي كملت طلاجي ديلي. فالقابون دخلت لها بلاي فيزا. اه كاش روليه في المطار. ندخلها بحال داخل من الحودقة عادية. بحال المطار بحال الحودود ببرية. طيب من وراها كتلقى كونغو برازافيا. كونغو برازافيا دخلت من واحد الحدود. هذه الحدود لي عما داروا وحد سيد تعامل معي تمام زيان. استقوص صدافني تمام. بنت واحد الليلة تمام في ذاك الحودود دي الشرطة. دوس واحد الليلة تمام. لقد دف الصباح طبعا ليا كاش ديلي. صافي ودخلت لكونغو برازافيا لم يكنش مشكل. دوس فات تقريبا وشي شهران. ما عرفش مون. تقريبا قاعد دول الليلة بدون فيزا تقريبا عندك تقريبا تلت شهور تقدر تريح فاتم ما ما كيش مشكل. فمن ورا كونغو برازافيا كنت في بوينت نوار. فمن ورا بوينت نوار كنا وحد كنا الصفارة ديليل الانغولا او القونسولية. كنا القونسولية ديليل انغولا في فديك المدين دي كونغو برازافيا تسمى دومون ديت الفيزا ديليل انغولا اللي كانت غاليتها كانت تقريبا طاحت لي بشي بشي الف وستمية درم وكان شكرا لوحد المغرية بي صراحة اللي كانت تكلف لي بيها شكرا لي وشكرا لمحمد بغلال حتى هو. فكانوا من اللي تكلفوا لي بفيزا صراحة ما خلص فاوالو. فدومون ديتها هي ما كتتتتعطلش بزيف تقريبا اه شي سيمانة ولا عشر يام بحركة كتالي عشرين يوم. كتبع اجراءات كتبشي وكتجي هذه ثانية محتاجة لي بخلص لعبة بك شي خفافية كتبلف جيدا ولا موقع نحن لا يكون لديك مشكلة. فم لوقع انغولا اجراءت نامبيبيا نامبييا كان او صدينة مع الحدود الامغولا اسمها دونين دونين دونين. دونين دونين دونين. دونين دونين ناميبيا يبقي بحالك الدولة التي تبغي تدخلها كول milligrams الدونين دونين. فقط تدخل لوجود الحدود بدون مشكلة وهذا تكون عندك فيزا يطلع لك كتبع ذلك تدخل. هذه دونين 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 البيخة بصلت عالتاني لحوضو ديل ناميبيا مع انجولا عالتاني يضمون دي تلفيزة في القنصلية تحت عديد قريبا مشي امانين دولار اه استاشر افرير مغربية يتيج من المئة الدرم. وريقات هادي 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 تان 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 كانت البريسة اسميتو. ديل ديل فاكسان ديل كورونا فهي ديل 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 من الناميبيا وكتخلص بالدولار وتخلص في البنقة تخلص بالدولار امريكي. ممكن قبلوك اي عملة واحدة اخرى واخرى انهم ما كيستعملو شو ما الدولار في البلد ديلن كيستعملو ناميبيا دولار دولار ديلن. فمنورا ناميبيا كينا ع جنوب افريقيا. جنوب افريقيا الخوز انا مدخلش لياق. لان الفيزا دياله فاش بغيت مشي القنصلية دياله متم في العاصمة دي الناميبيا باش نشوف اجراءات دي الفيزا دي الآن جنوب افريقيا. فالقيت اعطاتني واحد الورقة في سبعة الوراقي وبزيب دي الوراقي طالبين واقامة خصكو عندك في ناميبيا وهي دي وكادة فصافي ما تسديدك الباب صافي ما بقيش دخلت الجنوب افريقيا مع العلم ان كيني دريد دخلو منورايا فكنضن ان كانوا وقالا شي تسهيلات في الاجراءات وكل واحد كدير شي كدير شي طريقة باش كيشوف باش ياخد البيزا كل واحد وكيفاش دير القصة دياله. صافينا دك جنوب افريقيا اصلا ما كستش مع عمار بيراتي صراحة وخاء انها زوانة بزيف وكل شي كيشكرها فما ذا طبيعية رائعة ولكن ما كتبش ندخلو ليا فبديش كنشوف الحل هو الدولة اللي خستنا ندخلها هي بوتسوانا. بوتسوانا جات في الشرق. ده با غدي نحيد من الغرب. انتبصلت ده بالجنوب. الغرب وقطعت الوسط. والجنوب يعني الجنوب ديال افريقيا منورا ده با غدي نقطع الشرق الاتجاه ديالي للسعودين ان شاء الله. وادك شيدرت اه حاولت مع الفيزا لبوتسوانا هي ديك الفيزا. هو حيدة الخوت اللي عدباتني باش خديثة. لان اكثر من الربعين يوم. وانا كنت في ذيك الفيزا يفشت سراقت ومكان مشات لي بيكالا. في ذيك الايامات هذي كانت الفيزا ما بغشت تخرج لي وتعبك سات معايا. فست لقيت واحد الالماني كانت لقيت مع فدك كومبين كلي كتب خيم فيه. هو اللي تناقش مع المشكيات طانية بزافت الحلول وكان عنده جريبة هو. فلقيت كندر معا قلي يشوف قلي اذا بشي قد تضغط عليهم. بانهم اللي بغش يلاقيك مع السافير. يعني دوسي ديك نترى كل شي واداك ما بغش ما بغش. علش الله يعلم. تلو شوف. عتلقيني مع السافير. قل ما تلقينيش مع السافير. رغمشي غم مشي ندرس تقرير عن الساحب بانك نترى كشة دنينا في ويندوك. وانا بقى لي ربعين يوم وندافع الدوسي وكل شي واداك ومنحقين ناخد فيزا وعليش ما اشي تالية وانا مخلص امر ديالي. صاحب المال بتغطت علي ديك ساعات عطاني الفيزا رغد راي شايفو الفيديوهات رغد تكونوا عقلش على هاد اللقاطات هادو. صاحب اختيت الفيزا لبوتسوانا. مخلص انا تلت شهور اتعاني فاغي شهر واحد. لان بحالة شد معي الضد. وعطا لي مثلا اعطا لي نهار الجمعة. دي سعلي الجمعة والسبت والحد. اثنين عاد خديثة. عندها ضربات ربع ايام. وفيزا بديت. يعني ربع ايام تنقصت لي من شهر وانا باقي في افلام يبيع. فكان شد معي كسفة الفيزا. ولكن الحمد لله تمكنت ان انا ناخدها. يعني ان الفيزا دياله مسعايبا ما كيبغوش يعطيه اخو صندق اه خينا اللي كنتما. حيش كدخل نورمان مو قنصولية متانا غدخل متانا القنصولية ديال الموريطاني هنا في المغرب متانا. غدلقى متانا ديالك اللي كيستقبلوك تماما في الريسيبسيون. اللي كي هادروا معاش يقولك جيبوريقات هادروا مغربة. خدامي في بيروات. قدقى السافير لي موريطاني كينا نماتها قد تكون مقيمتها. فبنسبة لتما بوتسوانا في ناميبيا. ما جايبين ناميبيا اللي خدام لداخل. جايبين بوتسواني من المخابرات ديال بوتسوانا. فاديك الساعة من اللي قتلوا هذا البلان قللي صافي العشية انا قنصف دوسي ديالك القابورون العاصمة جميلة للمخابرات توقع لي باش يديروا التحقيقات ويدي. فالعشية عود عاية اللي قللي صافي اوكي يلا الفيزا عندك واجدت جيت تاخدها دربة. ودك ساعة كانت خمسة العشية. صافي قلت له تنارتني. مهم فيزا بوتسوانا بحركة اختيت الخوس. فيزا بوتسوانا مورة بوتسوانا كينا زينبابوي. زينبابوي حتى يقص واحد اخر لان فيزا عندهم اونلاين. فكتفعتها في السيت. كنت تفعتها فش كنت تنامي بيها فش كنت تفعت فيزا بوتسوانا. تفعتها تفعت الطالب. شهرين دلس عليا وباقي ما وصل. ادخلت لبوتسوانا ووصلت الحدود ديل زينبابوي. باقي ما وصلنش واحد الرد من الموقع ديل الهجرة. باللي رأيهم موافقين. على الطالب ديل الفيزا ديالي لدفعت الزينبابوي. فمن لمشاة الحدود تم ملقيت بوشكتين قصة اخر. ادخلت بمعجيزة. تعاوم معايا واحد احد القائد تم ديل مكتب هجرة. نزل ادخلت لزينبابوي. الحمد لله. حتى يتعطي فيها شهر بوشكتين. يعني فيزا ما تفوت الشهر. البيت تجددها في البلاد. وما كنت اخطي شهر نامي بيها شهر بوتسوانا وشهر زينبابوي. مونار زينبابوي جات موزنبيق. موزنبيق حدود ديالهم كنت تخطي فيزا. فيزتين مساء لسراحة. وكانت دريت في البيروت يعاونوا ويعرفوا دريت البوليس لداخل. اه فيه التان تانا لكهم معارفين كعتين وريقات وهيدي. اه خلصت هي بكتخلص هي بالدولار. خمسين دولار. ادي كيلة بقى رخيصة. خمسمية دلم غريبية. مونارا موز اه موز اه موزنبيق اللي كايدرو ببرتغالية. موناراها كتلقها تنزانيا. تنزانيا الفيزا ديالة هي عندي حدود. اه خلصت هي بالشينينج اه اللي قليل عندك الدولار تخلصها بالدولار تقربا شي سبعمية دلم غريبية اقشي مية وبرعين اه الف شيلينج في تنزانيا. فكن دخلت عندهم ديك النهار اللي 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 عم عمون تخاف اش ربحناهم بثلاثة الزاير رولو مع ثلاثة الواحد ومقيتش عاقل. كن ربحناهم. ديك اللي 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 دخلت عندهم مناعي. صافية ديك منورة تنزانيا الخوت. تافي كتب صلت البيك ديالي لان بحال لان بقعت قدامي كينيا. كينيا منورة اتيوبيا منورة السودان منورة ميصر. انك تبعين قطع السعودية دي. ولكن شنو قلت. قلت متلا انا ندخل كينيا الفيزا ديالة هي عند الحدود. تيداش خمسمية دلم كددخل ليها. مش مشكي. لغا تصل اتيوبيا تيد هي الفيزا ديالة شوية معكس اول كينك تتاخدها. فامتي؟ قددخل اتيوبيا. اتيوبيا عندك السودان. السودان هي حدود مسدودة. كينها الحرب في السودان. وفيزا ديالة ميصر شوية صعيبة تتاخدها في الحلقة. فارتعيت انني وانا باقعت ندوز السعودية فالقلت انا حلوة اردن. اردن كينة في الشمال ديال ديال السعودية. انا قدد ندخل من السعودية برا من 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 جهة الاردن. واندك شنو قدرت. صافية محش الاردن. اردن بلا فيزا المغاربة. احتجيب لا فيزا. ولكن كين لانشنو قدد دومون ديت واحد فيزا اونلاين. كنت تعطيفها اسمية ديالك. كنت تعطيفها اسمية للمعلومات ديال الأب ديالك وهادي. شميع معلومات خفافيين. وتخرج لك واحد فيزا الالكترونية. فهو مدة الايقامة فايتشها في شهر. شهر مخصصك تضيب تصيف لأردن. تقدر قاعد املمتش يقاع بلا هاد الفيزا وقد تدخل لما عندك مشكلة لأن اردن عافية بزاف الدول من الفيزا. ولي بوش يقع تهني راسك تدير هاد اللعيبة تدير جوردان اي فيزا راكي تطلع لك ذلك الموقع يتعمر ذلك المعلومات. كتتخرج لك في البلاسة مكاملة جوجة تاواني في البلاسة كتخرج مكتتعطل شي ديك. صافي كتدخل ضربت شهر ع تاني في شهر ونص في الاردن. يعني ديباسيت دك الشهر. علشان ديباسيت الشهر حيتاش الفيزا السعودية لقيت فاموه كي. دبا انا مغربي بغي ندير مثلا فيزا عمره في السعودية خاصة لي الفيزا عمره كنت سنناخدها من بلادي. من وكالة دمون ديلي الفيزا. كتخلص الفين وخمسمائة درام كتخرج لك الفيزا. ديك ساعة سير انت السعودية طيار دبا راسك مو مشاوصل السعود. مو مشا الفيزا عندك. انا ما عنديش كيفاش نرجع المغربي بناخد فيزا وهذه فبقيت ما كنشوفش حل. بقيت 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 تاتي سرتنا الامور مع واحد السيد والد منني باش خديت اه باش خديت ديك الفيزا من تماما واحد الوكالة اما تعاملوا معنا. صافي الحمد لله لازل الامور مزيين خملي خديت الفيزا السعودية واللي شواجت صافي خاصني غير نمشي لحودود السعودية برا يعني انا غير نشد الكار. فهذا كوال كدنا وندير. فلقيت رأسي انا دي ندوز اه شهر واحد وعشرين يوم في الاردن. وانا عندي الحقيف شهر. وانا ما عارفش كسحابي الله تلت شهر. فمن يمشيت الحودود وبويت نخرج. فقال لي اجي 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 تدوز شبابيك ديال اه وعندش واحد تشبك عنده واحد اسمية. كتخلص فيه عدد الايامات اللي تجاوز فيهم مدة الاقامة ديالك في ذلك البلاد. فطلعت اللي يرخيصها تقريبا شي عشرين دينار. ما شي شي حاجة. تقريبا شي ربعمية درم مغريبية ما كاملاش. ساعمل اللي خلص ديك الغارة المالية ديالي تقريبا شي ربعمية درم قبل من شي ثلاثين درم حلقكك بالدرم مغريبي. فدخلت للسعودية وقدر كتوري من فيزاغي في التليفون. فكيشوفوها كيطبعولك مشي في التليفون يا ربي كتخسكوا عندك واحد الورقة. داروري. انا كتعندي في التليفون. كنت عندي واحد الورقة. فاديك ورقة كتوري ليه. صعبك يصوروك حتى اماك يبصموك. كيتبعولك في باسبورت ديالك كتدخل. امور ديالك مزيانة. مو يمور يدخل فيديو سخوت را غتلقه ودك شي كاما باردا عجيب. شرح بكل شي. بتعيشوا مع ديك جريب هذا الزوانة صراحة مع ديك الناس دوز مع ما حد عشر ايام تقريبا. تاري نهار العيد وما عد مش هوا مخرجوا في مكة وانا بقيتش في مكة. فدوما بالنسبة جميع المعلومات حاول التأشيرة ديال الدول الافريقية اللي هادرنا اليوم في اللول والدولتين اللي في شرق اوسط الاردن والسعودية. وكين توح الفيديو مخصص بالنسبة الفيزا ديال العمرق فرا توقين في القناة بالنسبة الباغين ديروا فيزا ديال العمرق اللي بالنسبة للمغاربة. ندوم كالخوت بالنسبة مثلا المرة الجاي مثلا الى بيت مثلا نهود ندير واحد الجولة مثلا بالموطور بالموطور قونا يا اخ. الدول افريقية. وخصا supplied مثلا متا مجددد من المغري بجنوب افريقية. فآlation الجوج الدول اللي نقدر نحتاج متا ادرجهم فيزا ديالهم上 في المغري. نقدر نضي الفيزا مثلا ديال تم نيجيريا نضيال الفيزا ديال جنوب افريقية. هاد الجوج نضياله معايا وخي سالي وفالطراق يعني نقدر نجددون من اللي بغين مطلب الفيزا قتكون سهيدة عند Я accumech تخد فيزا الفيزا في بلادي فما تبغيت جددك تكون مثلا ان اخذ السفر البريقية هل تأخذ كثيرا لذلك ايضا لكم العفرية ونجيريا لانو مصعب بزيف يأخذون مديرهم معهم والشي الاخور سيهر رغيت يأخذوا في الطريق ممكن شي شي سعوبة بزيف طوق هاد شي لي كينا خوت شكرا لكم بزيف بزيف واحتم من السبب مثلا لبغي ادير مثلا واحد تور حد مثلا كوديفور مثلا غي من المغرب الكوديفور الخوت راه كينا كتار من سبعة دول البلد من العشرة الدولي، بإمكانهم في موريطانيا، في موريطانيا ونصفهم في سينيغال، في غامبيا، في غامبيا، ليس بالفيزا أو ليس بالفيزا على حسب التالي ملاحظة خرجتك ستحرار للفجراء يمكن أن تضح المعارة مع القناة وها انضر الناديات في ماليا وربرا وربرا وصدقته وسير مالي ورقنا وربرا 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 Everywhere وربرا وقام نيجر وبررا وتحصل لكم برما نصح الانسان يدخل لهم فهدوما الدول اللي اسميه وطوغو البينين يعني منورة غانا غانا بالفيزا منورة هكين جدو والخرين بالفيزات والقابون والكونغو برازافيل هدو تماما بالفيزا بمسبة المغربة والشلاخ والفيزات اللي كانت تطلقون طن كالتيني كينتمنى هذا الفيديو كون اخوضنا الاعجاب كالتو فيه شكرا لكم بزيب على الدعم والتعالق ايجابي ديركم بارك الله وفيكم قل شهركم كامنين الى اللقاء